في لهفة الكورة وأوزي لعب المباريات يعني إذا كان الأستاذ بياخد مثلا خمسين ألف ندخل فيه عشرين خمسة وعشرين فيبقى حنحققنا لاتنين أولا بالتدريج لأن أنا منتخب مصر لازم تتلعب المباريات في أستاذ القاهرة وبجمهور كامل وإلا ننسحب من تصفات أفريقيا وننسحب من كس العالم وإلا ننسحب لكن إننا أضحك على نفسي أتأوهم نفسي يا إما أن أشارك وأعطي لعبتي الحق في أن يشجعوا جمهوري مشجعهم ليحققوا الفوز وإما أن نسحب بكرامة وقال شكرا مش هلعب فأنا دي البداية لأننا هنلاعب أظن في مايو واحد يونيا موزنبيق ماشي يعني فاضل شهره ونص أربعين يوم فأنا النهاردة كابتن متعد مباراة الكاس تلعب وتلعب فورا أسبوع الجاي ماشي بدي فرصة حتى اللعبة تتمرن بعد أسبوعين ثلاث أسابيع ماشي وتلعب بجمهور نصف جمهور في ملاعب القطة المسالحة المؤمنة وأقول وأوكار في منلعب الجديد اللي تكلمنا اللي حالك تكلمت على بتاع الدفاع الجو الجميل اللي هو في طريق الأطمية ده انضم جديد يعني أنا بعتم أنهم يعني كان لازم عمل مدرجات على آخر الطريق لا كان يده مساحة للتوسع بعد كده فأدي ملعب وبعندنا عشر ملعب قطة المسالحة تقام عليها المباراة ومؤمنة نعم ويسمح بدخول نص الكسافة كل استاد اللي بياخد 8 يحط 40 اللي بياخد 50 يحط 25 وأكذا طلبة اليومين دول جمهور طلبة جمهور معنى النهاردة ما ليش دعوة بغيري أنا بتكلم على أمري الواقع هل ألعب يلعب منتخب مصر في الإمارات يوري هلعب في المقاعد لا لا ده مرفوض مش كده طبعا هل يلعب في مصر وبدون جمهور ألعب في موزنبيق في مابوتو مابوتو بجمهور وألعب في القاهرة بدون جمهور منتخب مصر أحرم فرقتي نحن نحلم بتأهل لنهاية كاس العالم نحلم عشان أحلم يبقى أديك يا جاري أطبخ مش عارف إيه كلف أسيد كلف أسيد الراحة والمعسكرات والمبار التجربية والجمهور فأدي لعبتي جمهور يحضر يشجعه يرفع معنوياته فأنا النهاردة يأتي بالتدريج أنا ما بقولش يبقى الفول كاباسيتي لا أدي نص الكاباسيتي أو نص الساعة لكل أستاذ ستخام عليه المباريات وتجربة والله العظيم نحن شعب طيب والله العظيم ما حدث في بورسعيد الله ينتئم من اللي كانوا السبب الله ينتئم هذا لا يحدث ولن يتكرر الزمالك في ماتش البتاع الجلبية ده ونزل عشر تلاف واحد الملعب ولا واحد اتخدش يعني وقبل كده نزل في ماتش الأهل الزمال الجمهور ولم يحدث يعني آه ابتاع لا يعني لكن هناك سيكون تأمين في ملعب القتل طبعا ولن يسمح هذه المرة والناس اللي هيروح هيبعارف انه تحت المايكروسكوب وتحت حركاته مدروسة حتلاقي قاعد راح يشجع فقط لغير فأتمنى أن تقام المباراة بجمهور في ملعب القتل بنصف بنصف تمهيدا تمهيدا لإقامة هذه المباراة للمنتخب في استاذ القاهرة وبالستين في المامة الجمهور وليس أربعين وليس مئة ما ينفعش نلعب في الاستاذ ألعب في ملعب القتل بكلمة عن المنتخب المنتخب ممنوع ترجمة نانسي قنقر